صباح الفل عليكم عاملين ايه؟ وحشتوني ان شاء الله تكونوا بخير الفيديو عن قصات الشعر واشكال ومدلات كتيرة للشعر القصير والوانه كمان الشعر القصير ليه سحر خاص وبيدي طلة كده مميزة وجميلة وفيه عديد من قصات الشعر وتسريحاته وكمان الشعر القصير ده مضة الصنادي وفيه قصات كتيرة زي ما احنا شايفين وكلها مميزة وجميلة وكل وش وليه القصة اللي تناسبه سواء الوش البيضاوي الوش المدور الوش المربع النحيف الممتلئ كل حاجة وليها اللي يناسبها احنا نختار الحاجة اللي تمشي معانا وتناسب زوقنا وكمان الشعر القصير بيبقى ضروري ومناسب جدا لفصل الصيف والحر الشديد بيبقى سهل الغسل وسهل التسريح وكمان ما بيضايقش ما يخلكش تحس انك زهقانة وانك حرانة بالاضافة للمنظر الجميل والطلة الحلوة قص الشعر كمان بيحسن الحالة المزاجية بيخليك انك انت عملتي حاجة جميلة جديدة وتديكي روح جديدة والشعر الطويل لما يتقص ما ينزعلش عليه لانه بيرجع يطول تاني اما في الحالات النفسية الصعبة الستة لما بتقص شعرها بتحاول تثبت لنفسها انها ممكن تتخلى عن اي حاجة مهما كانت غالي عليها وفي الاخر بقى نصيحة للسيدات اللي عندهم تساقط للشعر قص شعرك حيتجدد الخلايا بتاعته وحيبطل يقع دي حقيقة نصيحة مجربة كمان وصفة تانية لتحسين الشعر وحمايته من التساقط ولا معان وتطويل للشعر بناخد كام عود من القرنفل مع كام معلقة من زيت الزتون ونقلبهم على النار يعني دقيقة كده على النار ويتحط في بخاخ ويترش به الشعر بيقويه ويجدده وبيحميه من التساقط كده يبقى الريفيو بتاعنا خلص اللي عجبوه الفيديو لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد شكراً لكم في أمان الله مع السلامة شكراً لكم